أهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان حيانا من أهم صفات شهر رمضان هي المواساة المواساة هي الطريق للصيام زي ما بيقول خصوصا أن هذه الصفة بتيجي في الوقت اللي بنحتفل به بأسبوع اليتيم خلينا نقرب أكتر من هذه الصفة ونعرف إيه هي قيمتها في حياتنا وأهميتها في مجتمعنا كل ده نتعرف عليه من ضفنا اللي بنورنا في الستوديو في صباح الخير يا مصر الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية صباح الخير عليك يا دكتور وكل سنة وحضرتك تابر رمضان كريم صباح النور كل عام والأمة الإسلامية كلها بخير ورضوان ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يحفظ أوطننا ويجعلنا في هذا الشهر نحقق مراده على الواجه الذي يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى نتكلم عن المواساة وكيف تكون المواساة طريق للصيام وأهمية طفاة المواساة في مجتمعنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه واتبعه ذا وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكة الله وفي الحقيقة رمضان فرصة عظيمة للتكافل الاجتماعي والإحساس بالناس عندما كان الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يرسخ في الناس قيمة هذا الشهر كان أصفه دائما بأنه شهر المواساة كما في حديث سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر يوم من شعبان فقال أيها الناس قد أظل لكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من ألف شهر ثم قال وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة هنا قيمة المواساة في حياة الصائم عندما يرق قلبه لأن الامتنع عن الطعام والشراب هذه المدة يؤدي إلى نوع من الرقي الروحي وزيادة الإحساس بالمساكين والضعفاء أهل الله يتكلمون دائما في الرياضات الروحية والتقرب إلى الله تعالى عن قلة الطعام وقلة الأنام وقلة المنام وقلة الكلام هذا كله اجتمع في الصيام في رمضان قلة المنام في القيام قلة الطعام عندما نمتنع عن الطعام والشراب قلة الأنام عندما نعتكف قلة الكلام عندما نشغل أوقاتنا بذكر الله وقراءة القرآن إذن فرمضان هيأه الله تعالى ورتبه أحسن ترتيب حتى يعيش المسلمون جوا جماعيا من الرقي الروحي هذا الرقي أول ما يؤدي إلى الإحساس بالفقير لإحساس بالفقير قيمة يجب أن نعيشها جميعا في كل أحوالنا لكن الله يدربنا عليها في رمضان ومن هنا جاء إطعام الطعام ومن هنا جاءت الكفارات من لم يستطع تدريب يعني مش يوم ولا اثنين نحن بكلم تدريب طيلة شهر كامل شهر كامل حقيقة قلت ربنا سبحانه وتعالى بيدربنا على هذه المدة عوزين نعرف إيه الأدلة اللي موجودة في نصوص القرآن الكريم للموساة في شهر رمضان تحديدا عندما يتكلم الله تعالى عن من لا يستطيع الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فدية طعام مسكين معنى الإطعام في الكفارات ومعنى الإطعام في تجاوز العقبات كثير من الناس يظنون أن إطعام الفقير أو إطعام الناس بشكل عام أمر يعني نفل ليس متأكدا وليس مطلوبا طلبا أكيدا بالعكس الله سبحانه وتعالى عندما يتكلم عن حب الإنسان للمال في سورة الفجر مثلا عندما يتحدث عن أن الإنسان إذا أصابه ضر فزع وإذا أصابته نعمة بطر وتكبر فيقول سبحانه وتعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما وأيضا في سورة البلد عندما يتكلم عن العقبات فلقتح من العقبه وما أدراك من العقبه فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة انظر الله تعالى إلى هذه الأوصاف في الآيات عندما يتحدث الله تعالى عن زيادة الحاجة يتيما فقد الأب ذا مقربة صلة الرحم أو مسكينا ذا متربة يعني لصق بالتراب من شدة الفقر والجوع يريد أن يقول لك كلما زادت الحاجة كلما قوي الثواب وعظم الأجر يعني حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم هذا كله يتضاعف ثوابه في رمضان ويزداد الأجر عندما يرى الناس هذه المظاهر الإيمانية يقبلون على العطاء وعندما نعطي لا نريد أن نكون أصحاب من وآذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن وآذى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يعني الله غير محتاج إلى صدقتك وإلى إطعامك ولكن المسألة في جبر الخواطر كان الله قادرا على أن يطعمه من غير احتياج إليك ولكن أجرى رزقه على يديك حتى تأخذ الثواب والأجر والله سيصل إليه رزقه بأي وسيلة لكن لما كنت أنت الذي وصلت هذا الرزق كان ذلك منة من الله عليك معنى المواساه معنى جبر الخواطر الذي يجب أن نعيشه جميعا على المستوى الفردي وعلى المستوى المجتمعي عندما نرى تطوير العشوائيات والاهتمام بالطبقة الفقيرة وذو الدخل المحدود كل هذه من مظاهر الحضارة الراقية الأمة التي تهتم بضعفائها وفقرائها فهي أمة إلى تقدم وانطلاق هكذا علمتنا الشريعة وهكذا أراد الله تعالى من شهر رمضان حثا للناس على فعل الخير النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تقرب فيه مخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه ولذلك يقبل الناس على إعطاء الزكاة في رمضان لماذا؟ لأن الثواب فيه مضاعب والأجر فيه يعني عظيم فما أحوجنا إلى أن يجعل كل إنسان شيئا من دخله لجبر الخواطر لذلك هو شهر الرحمة والمغفرة والعطق من النور أيضا دكتور محمد كنت عايزة أسأل حضرتك تأثير ده لما يطبق تأثير مسألة جبر الخواطر أو الموساة تأثيره على المجتمع تأثيره على نفوس الفقراء بيكون عامل إزاي؟ عظيم عظيم عندما يشعر الفقير أنه مهتم به أن الناس يهتمون به ويسعون لرفع حالة فقره سوف يشعر بالانتماء وأن هذا مجتمع محبوب فيشعر بالانتماء لن يستغل سيكون عضوا فعالا في المجتمع الاستثمار في الإنسان هي أعظم جهات الاستثمار الحقيقية عندما أخرج هذا الإنسان من الحاجة والاستهلاك المحض إلى الإنتاج أنا أترقى به وأبنيه ولذلك كانت الزكاة للإنسان قبل البنيان دكتور هل اللي بيتصدق ده مطلوب منه يكون متحقق من أنه اللي قدامه محتاج فعلا ولا هو بيدعي الاحتياج ده ولا هو مفروض يتصدق اللي بيشوفهم يعني قدام عينيه دي نقطة مهمة أوي تحديدا وإحنا بنتصدق في شهر رمضان لأن دائما الكل بيقولي إنما العمل هو بالنيات أنا نيتي اللي أنا شايفه غلبان فالديله الصدقة وخلاص في حين إنه ممكن يكون في حد تاني هو أكثر احتياجا منه نحن مأمورون أيضا بتحري الفقراء ولكن هنا أريد أن أتحدث أن هذا يجري على مستويين مستوى الأفراد الأفراد ليس من شأنهم أن يتحققوا ما عنده شؤال يتحقق ومستوى الدولة الدولة عندما تسعى في سد هذه الثغرات وفي إعطاء الفقراء ورفع مستواهم ستقلل من ظاهرة التسول بلا شك هذا الدولة بتعمله بلا شك بلا شك لما تتوصل مساعدات أو غيرها بيكون في قرى وأشخاص أكثر احتياجا وفقرا يعني إحنا عندنا المؤسساتية والمعلوماتية هي أعظم شيء نستطيع أن نسد به ثغرات الفقر لكن الإشكال هنا على المستوى الفردي صحيح المستوى الفردي للسائل حق وإن جاء على فرس تعود ألا ترد سائلا هذا كان من شأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر وكان يقول اتقوا النار ولو بشق تمر يعني هل مسألة إيه إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم مش أنتم اللي هتأكلوا خلق ربنا صحيح فسعوهم بأخلاقكم جبروا الخواطر شق التمر ده هل يسوي شيئا يعني ذا بال شق التمر ده حاجة يعني يسيرة جدا معناها أن أنت لا ترد سائلا أن أنت تجبر بخطره أن أنت تكثر من التعود على السماحة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون كان سيدنا حارثة بن النعمان صحابي من كبار الصحابة وشهد المشاهدة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعاش حتى كبر وعميت عيناه فكان يجلس في بيته ويتعبد ويذكر وبجانبه شوال من التمر مربوط بالباب بخيط فإذا طرق الباب سائل قام وهو كفيث وأخذ حفنة من التمر وتهدى بالخيط حتى يصل إلى الباب ويعطيه الفقير في يده فقال له أولاده نكفيك أمر المساكي خليك أنت في عبتك وإحنا ندي الغلاب قال لا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مناولة المسكين تقي ميتة السوء اللحظة التي تعطي فيها وتجبر الخاطر تلك الارتجافة أو الرقة التي تجدها في قلبك هي لحظة استجابة للدعاء هي لحظة عظيمة وتقي ميتة السوء تتقي كميتة السوء يعني هي المسألة في جبر الخاطر أن أنت تحس كده أن أنت لا تمن على الناس أصل المال ماله الله وكلنا سنذهب والباقي هو الموقف المشرف أن أنت عندما تعطي لسان حالك يقول اللهم إنما أنا وعاء تنفق منه كيفما تشاء أنا موصلاتي ربنا هيوصله رزقه عن أي طريق لكن له المنة علي أن جعلني السبب فيها والأشخاص زائلون دائما لكن يبقى الأثر والسمعة الطيبة يعني قصة أخيرة عن جبر الخاطر يعني لما أرويها عن أحد العلماء أنه لما انتهى الأكل فأخذت البنت بقايا الطعام وجعلتها في طبق كبير راح فين يا بنتي راح أودها للبواب قال لها ما هكذا يا بنتي اجعالي كل صنف في طبق صغير ثم اجمعيها كلها في مائدة ثم أعطيها له فأنت بذلك تطعمين إنسانية قبل أن تطعمي معدتها جبر الخواطر زي تخليه لأدامك يشعر بجبر الخواطر بإنسانيته يشعر بإنسانيته لكذا دائما دكتور يقولك لو أنت هتتصدق أو هتفطر شخص في رمضان فاضطروا من اللي موجود عندك في البيت بالأوسط ما تطعمون أهليكم ما دي نص عليها ربنا في كفارة اليمين ولذلك ناس كتير يقول لي يعني كام ماشي أنا معرفش أنت بتتغدى إيه ولا بتفطر إيه أنت أدرة وبعدين ثقافة الإطعام دي فيها معنى كبير للتكافل إزاي لما واحد يحلف يمين أو يحلف حلف بالطلاق مثلا ويكفر عنه ويطبق الآية اللي هو من عشر فكفراته إطعام عشرات مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم يدور هو على الغلابة اللي محتاجين إطعام فكده الناس هيبقى عندهم إدراك وإحساس بمن حولهم من الفقراء فهيقل التطلع وهيقل الفوارق الطبقية وهيقل أن نجد إنسانا متخما بالمال والطعام وجانبه وبجانبه جاره يموت من الجوع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من بات شبعان وجاره إلى جانبه جوعان وهو يعلم به صحيح إحنا بنشكر حضرتك على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر في الحقيقة دكتور إحنا لو تحدثنا عن صفة المواساة وغيرها من الصفات يعني اللي من بيها المولى عز وجل علينا في هذا الشهر الكريم هنحتاج لحلقات وحلقات فأكيد لنا لقاء آخر مع حضرتك الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصري بنشكر حياة كفاً شكراً لكم وكل عام وحضرتكم والأمة الإسلامية كلها بخير وحضرتك طيب شكراً جزيلاً